في مثال أو أمثلة كثيرة عن الإيمان العملي منهم إبراهيم طبعاً اللي هو أبو الإيمان يعني بيتكلم عنه في رسالة العبرانيين بيقول بالإيمان قدم إبراهيم ابنه إسحاق كذبيحة وكان واثق بالوعود اللي الله وعدها ربنا وعده أن يكون فيه نسل والناس ده تبارك فيه جميع قبائل الأرض ده وعد عملاق جداً جداً نعم وفي مرحلة هو يأس وقال له ليت إسماعيل يعيش أمامك يا رب خلينا عمليين كده وخلي بس إسماعيل يعيش ده يبقى رضاً لكن الرب عنده وعد وبعدين لما اختبره وقال له تقدم ابنك إسحاق بكر في الصباح ابنك وحيدة وحيدة الذي تحبه يعني بكل وضوح سمع صوت الرب وراح يقدم ابنه وبعدين بيكلم كاتب العبرانيين وبيقول أنه وثق أنه هياخد ابنه من الموت مع أنه ما شافش حدثة إقامة موتة قبل كده لكن بالإيمان ده بقى الإيمان العملي وكلنا عارفين الأحداث وزير ربنا فرميا كمان بالإيمان آمن بالذي يحيي الموتة ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة بالضبط دي الآية فعلا اللي أنا كنت عايز أشير إليها فبكده بنفهم أنه كان عنده الإيمان ولما عنده الإيمان عمل خطوة عملاقة عملاقة صعبة معقدة جدا لكن الرب في النهاية بيقول أنا علمت الآن علمت الرب عارف من الأول بس الفكرة علمت أنت أظهرت إيمانك وده اللي قلت لك الخط الرأسي والخط الأفقي اللي هو التيكت اللي باخده لما أدفع الفلوس بتاع الباركينج أنا بقيت جاستيفايد يعني قدام الماشين مبرر قدام المكان اللي قالت ادفع جنيه ودفعت الجنيه لكن لازم أخد التيكت والزقه على العربية تفعيل وتشغيل الإيمان بالضبط كده يا أسيس نظار ده تعبير جميل جدا تفعيل وتشغيل بس لازم يكون هو موجود عشان يتفعل ويشتغل لأن المشكلة اللي الناس بتقع فيها أننا حاول أحسن تصرفاتي علشان أخذ الإيمان لا هو العكس صحية